بيار الظاهر وتحسين خياط الأخلاقية المهنية كما لاعتذار من رئيس مجلس إدارة الامتي في ميشيل جابريال المر في نشراتكم المقبلة سنعتذر ولكن إلى مشاهدين لأننا في مقابل الإسفاف نقف ملزمين إضاعة دقائق من وقت نشرتهم الإخبارية للرد على بعض الهديان الامتي في ترد بصور الفيديو والوقاء على الحملة المبرمجة ضدها من تحسين خياط وبيار الظاهر بإعاز من عبد المنعم يوسف جنة جنون ميشيل جابريال المر بمجرد ذكر اسمه بين أسماء المتورطين بشبكات الإنترنت غير الشرعية واكتشف المؤامرة التي تحاك ضده من بيار الظاهر وتحسين خياط وعبد المنعم يوسف بإشراف مباشر من وكالة الفضاء الأمريكية الناسا لا داعي للإستفادة في علاقتنا بالظاهر ولا بالناسا فهي معلومة ولكن ما دعا عبد المنعم يوسف وهو الذي يتولى مسئولية إدارة هيئة أوجيرو الخضاعة بالتراتبية لمديرية الاستثمار والصيانة التي يترأسها عبد المنعم نفسه فيراسل نفسه ويوقع عن نفسه من أمام الجناح العسكري لوزارة الاتصالات تمت أصبح لأوجيرو شبكة خلوية أهلا بكم في شبكة المتاهات وعلى الطريقة نفسها طوي ملف الاتصالات في طبقته الثانية واحتفظ عبد المنعم يوسف بمفتاح الأزمة بعد تسلحه بالإيمان خلف الضريح ولكن المر مصر على الإيحاء بأن العالم كله بتناقضاته اجتمع ضده والدافع وأن محطة الجديد ليس عندها من جديد تقدمه إلى المشاهدين سوى تقارير مفبرة كعنوانها واحد الغيرة والحسد ينفعل الرجل ويتخبط مع أنه يدعي أنه يتربع مطمئنا على عرش الإعلام ولا يستطيع أحد منافسته فلما القلق؟ يفقد عصابه ويعزو ذكر اسمه عرضا في تقرير تلفزيوني عن حدث ضج به البلد إلى حملة مبرمجة ضده وضد محطته وكان في وسعه كما فعل غيره ممن ذكرت أسماؤهم أن ينفي ببساطة وحق الرد محفوظ له ولغيره مصلحة عبد المنعم يوسف بالرد على حملة الام تي في المناصرة لحقوق الشعب اللبناني طبعا لفهم غضب المر عليك أن تفتش بعيدا من مصالح الناس وحتى عما هو أبعد من شركة إنترنت هنا وتقرير تلفزيوني هناك فتش في المنطق الذي يجعله يهاجم وزيرا لأنه مقصر مع المناطق المسيحية ثم وبفلشة زفت في الزعرور تعود إلى المسيحيين حقوقهم وتتوقف الحملة العنصرية طائفية والتمييز بين المناطق كل أمور بيتمتع وبيجهر فيها وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر يمكن نسي كمان أنه تسفيد طريق عام الزعرور يلي صار لأربعين سنة ما تزفتت من وجبات وزارته من خدمة شخصية ولا طريق بيت ربما غضب المر سببه أن حقوق المسيحيين انتقلت من زفت زعيتر إلى ترددات الإنترنت غير الشرعية طبعا يؤكد المر في تقريره أن لا علاقة له بكل هذه الأمور وجل ما في القضية نسج خيالنا فالأم تيفي كانت ولا تزال وستبقى مع منطق الدولة لأنها لم تتأسس أصلا إلا للدفاع عن منطق الدولة حسنا فلنبتعد عن الخيال ولنذهب إلى مستندات الدولة التي أنشأ المر تلفزيونه للدفاع عنها وليس للربح المادي طبعا فألوا المر معروفون بزهدهم بالحياة الدنيا فلنعود بداية إلى شبكة البروك الإسرائيلية التي كشفت عام 2009 وصدر فيها حكم قضائي يأتي على ذكرها جوب تاكيان إضافة إلى الأخوين حويس الذين قاما بتركيب الهوائي في البروك الذي التقط ارتداداته من حيفا ماذا يذكر قرار المحكمة العسكرية في شأن الموقع الذي استخدم لتركيب الهوائي ذي الموجات الإسرائيلية يال المصادفة هو موقع الأم تيفي في جبل البروك بعد سبع سنوات عدنا إلى شبكة غير شرعية أخرى وإلى شركة قبرصية متهمة بكونها ذات إدارة إسرائيلية أين وضع الهوائي هذه المرة في الزعرور عند الأم تيفي من جديد ولشركة يديرها تاكيان نفسه الذي حكم عليه في قرار المحكمة العسكرية في شأن شبكة البروك الإسرائيلية دان المر نفسه بتقرير القطح والذم وصور لنا إدارة أجير تفك المعدات في الزعرور عائدة إليه فهل يعقل أن تكون الدولة اللبنانية تحسيده أيضا على نجحاته الباهرة وهل نكون نحن منزج بإسم المر ظلما أم المر يبتل بالمعاصي ولا يستتر لكن دخول المسيح رشاليم بصعف النخيل مبشرا بالسلام لم ينعكس على بعض العقول المريضة هنا في لبنان يبدو أن هذا المؤمن يلدغ من الجحر مرتين يقول المر أن العالم اجتمع لضربه حسنا منه ماذا عساه يقول من يقف في موقف لا يحسد عليه أن يحسد أفضل من أن يشفق عليه يريد المر أن يتقدم بدعوة قضائية علينا ونحن لا باروك لدينا ولا زعرور وخير ما فعل علنا نعلم إن كانت الهوائيات الإسرائيلية صدفة أصابته مرتين أم مجرد هواه